الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد أنه محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً إلى يوم الدين وما بعد قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الرياض الصالحين في كتاب الفضائل قال باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها لازل المصنف رحمه الله تعالى يذكر نوافل الصلوات وما جاء فيها من الأجور والحسنات قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه قال نوي رحمه الله والإتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق فآخر الليل أفضل قد تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلة هي أعظم درجات المحبة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة ويخص بعض الصحابة بعض الوصايا فمن ذلك هذه الوصية التي أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه وأوصى بها أبا در وأوصى بها أبا الدردار رضي الله عنهم جميعا كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يوتروا قبل أن يناموا فهذه ثلاثة أعمال صالحة ينبغي لمسلم أن يحرص عليها لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها لغير واحد من أصحابه لأن هذه الأعمال الصالحة الثلاثة أجرها عند الله عظيم فأولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء صامها سردا متوالية أو متفرقة صامها في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره أو صامها في الأيام البيض أو صامها في الأثنين والخميس كلها تسمى صيام ثلاثة أيام فالمسلم عليه أن يحرص على هذه العبادة الجليلة قد جاء في الحديث أنها كصيام الدهر فما صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله فهذا أجر عظيم على عمل قليل قال وراك عتي الضحى وسيمر فضوها بإذن الله عز وجل بعد قليل قال نؤثر قبل أن أرقد وقد بينا فضل أوثر صلاة الليل في دروس سابقة قال وعن أبي در رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة هي العظام وقد عد العلماء العظام فوجدوها 63 عظمة في الإنسان قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني يجب على المسلم أن يتصدق عن هذه الأعضاء التي فيه وهذه السلامة التي فيه التي يصحها له الله سبحانه وتعالى قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وليس المراد بالصدقة هو الإنفاق بالمال فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات فقال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وناهي عن المعروف صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم نعم وأمر بالمعروف الصدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتان يركعهما من الضحى فهذا الحديث فيه بيان أنواع الصدقات وأن الصدقة ليست مقتصرة على المال فلو سبح لو كبر لو هلل لو أمر بمعروف ناعا منكر قال كلمة طيبة كل ذلك يعتبر من الصدقة وهذه الصدقات التي يفعلها كل صدقة عن عضو فإذا ركع ركعتين من الضحى أجزأت عن هذه السلامة فيبقى ما تبقى من الأعمال الصالحة نافلة زائدة عن الواجب الذي عليك عن هذه السلامة فعملها يسير وأجرها عند الله عظيم وفي هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة استدل به العلماء على أن صلاة الضحى مستحبة في كل يوم لقوله يصبح على كل سلامة يعني في كل يوم الصبح كل يوم يصبح على كل سلامة صدقة وفي آخر قال يزيع من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى وهذا هو قول أكثرها العلم أن صلاة الضحى مستحبة استحبابا مؤكدا بكل يوم وذهب بعضها العلم وهو المذهب على أنها مستحبة غبا يعني صليها أحيانا لا تركها أحيانا وستدل به حديثه بسعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى قلنا لا يدعها وكان يدعها فنقول لا يصلها فقالوا هذا يدل على النبي يفعله أحيانا ويتركه أحيانا ولكن حديثة بسعيد الخدري حديثا ضعيف هذا من ناحية ومن ناحية الثانية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يعتري ما يعتريه قد يكون لشقاله صلى الله عليه وسلم أو حتى لا يظن أنها تفرض عليه ولكن يبقى قوله صلى الله عليه وسلم فنعمل بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في الحديث كثير في الحديث قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ويأمر الناس أمرا وقد لا يفعله لماذا؟ لما يعتري هذا الأمر من شغال النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك من الأمور فأولا مجاعس أبي سعيد الخضري فهو ضعيف والصحيح هذا الحديث وغيره من الحديث التي يدل على أن صلاة الضحى متأكدة في كل يوم ثم قال رحمه الله تعالى وأن عيسى رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم فهنا بيان عدد الركعات عدد الركعات صلاة الضحى ركعتان أقلها ركعتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء بعضها العلم قالوا إلى ثمان ولا يزيد عليها الحديث مهاني الذي سنتكره بعد قليل ولكن الصحيح في هذا أن له أن يصلي ما شاء ركعتين ركعتين لقول عيسى رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله يعني من دون تحديد عدد معين قالوا عن أم هانة فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحا متفق عليه وهذا مختصر لفظ يحد روايات مسلم رحمه الله أم هانة تحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فيستحب للمسلم إذا افتتح مدينة أو مكانا أنه يصلي ثماني ركعات بعد أن يقتسم والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا فمن ذهب إلى أن هذه الصلاة الضحى قال السنة في صلاة الضحى في العدد ثمانية ركعات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال هي صلاة فتح فقال يبقى الحديث عيش على ظاهره يزيد ما شاء الله من الركعات أقلها ركعتان ويزيد ما شاء وأيضا يستباد من الحديث المهانة أنه لو ثبت أن هذه صلاة الضحى فهو يدل على استحباب صلاة الضحى في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا لأن عام الفتح وعند أمهانة كان في مكة ومكة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سفر حتى وإن كانت هي بلده الأصلي فإنه هاجر منها وصار بلده المدينة فلما عاد إليها فإنها لا تعتبر وطنه حتى وإن كانت وطنه الأصلي فمن هاجر من مكان ثم عاد إليه فإنه ليس مكانه ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الودع قال يا أهل مكة فإننا قوم سفر وقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث لو قلنا أنها صلاة الضحى فهنا نقول يستحب صلاة الضحى في السفر وإذا قلنا إنها صلاة فتح فإننا نقول لا يستحب صلاة الضحى في السفر لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله وعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر